تبع على الأئمة الدليل و دراية شكثر عيدنا عيات تدلع الولاية شكثر عيدنا عيات تدلع الولاية يا من تصلي و تقرأ قرآن اتمع عني و شوف و في الجهل و تبع النور تحشي لك آيات تنضيك برهان روح اقرأ آيل بها تطهير اقرأ ولا تنكر أبدا اتمع عني بسورة الإنسان أطعامهم أكبر سند احنا التشيع معتقدنا بدليل نحكي بدليل و ما نخاف و ما نضم يبدي فرحنا لولاية الغدير و عدنا بمصايب هم بكي و نوحي و لا طول لطمنا و فرحنا بدب لا نهاية شكثر عيدنا آيات تدلع الولاية شكثر عيدنا آيات تدلع الولاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد و في الأرض أبل قاسم المصطفى محمد الله مصلي على محمد و آلي محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين أحبائي أبنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أحسنتم أحسنتم طيب الله أنفاسكم راح نتحدث اليوم عن قضية جدا جدا مهمة وهي لبس السواد في شهري محرم و صفر مثل ما تعرفون أبنائي أنه إحنا نلبس السواد في شهري محرم و صفر حزنا على سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة و أسكى السلام في يوم من الأيام يدخل أحد المؤمنين على مرجع الطائفة سماحت آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوي رحمة الله عليه و صادف في شهر محرم الحرام تحديدا فشاف السيد لابس ملابس سوداء من فوق إلى أخمص قدمي لابس أسود حتى الجراب أيضا أسود يعني حتى الجراب اللي لابس السيد الخوي رحمة الله عليه أسود و كان في تلك الأيام الجو جدا 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 حار شمس قوية و صيف فتعجب هذا المؤمن سأل السيد الخوي رحمة الله عليه قال له ليش لابس أسود سيدنا بهالحر هذا راح تتمرض راح تصيبك ضربة شمس اللي أسود يسحب الحرارة مثل ما نعرف فالسيد الخوي رحمة الله عليه قال له أنا لابس حزنا على سيد الشهداء السلام الله عليه قال له ما يخالف سيدنا بس شوية تنازل يعني على الأقل بدل جواريبك أو شي ثاني من ملابسك يعني ممكن لأسود قال له السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قال له أنا اللي عندي والما عندي من خير هو ببركة هذا السواد اللي أنا لابسه على سيد الشهداء قال له اجلس على مود أكلمك وأحتي لك شن القصة فاجلس الرجل قال له أنا أبوي كان خطيب منبر حسيني في إحدى المناطق والد السيد الخوي رحمة الله عليه وأتوقع اسمه علي أكبر السيد علي أكبر الخوي كان خطيب حسيني معروف فمن الصدف إنه السيد الوالد والد السيد الخوي ما كان يصير عنده أطفال يعني زوجته ما تحمل للأسف الشديد كل ما يصير عندهم طفل يسقط ثلاث أطفال سقطوا في يوم من الأيام كان يقرأ مجلس حسيني في شهر بحرم الحرام بعد أن أنهى المجلس الحسيني إجت لأحدى المؤمنات قالت لي يا سيد علي أكبر أنت جاي تنصح الناس وتقول إنه الحسين باب من أبواب الله سبحانه وتعالى وهو باب النجاة وهو باب الحوائج إلى الله إذا كان كذلك إنت ليش ما تطلب حاشتك يصير عندك طفل بوركة الإمام الحسين فالسيد جدا تأذى رجع إلى البيت فشافت زوجته منزعج قالت لي ليش أنت منزعج سيدنا شنو السبب قالها كلمتني أحد الأخوات المؤمنات قالت إنت ليش ما تنذر للحسين على مود يصير عندك طفل زوجته قالت لي فعلا انذر للحسين سلام الله عليه أنه يصير عندنا طفل قاله إحنا ما عندنا شي على مود ننذر يعني كانوا فقراء فقلت لي انذر أنه إذا صار عندنا طفل نلبس السواد على سيد الشهداء سلام الله عليه كل ما لابسنا نلبسه سوداء شهري محرم وصفر على سيد الشهداء الإمام الحسين فقبل السيد بالنذر وفعلا فعلا ببركة الإمام الحسين عليه السلام حملت زوجة السيد ووصلت إلى الشهر السابع مثل ما تعرفون المرة تسع تشهر وتجيب مصطلحنا العام وصلت إلى الشهر السابع ليلا طرق الباب على السيد الخوئي الأب دقوا الباب بالليل وإذا بأحد التلاميذ قال تفضل خير إن شاء الله السيد توقع أنه عنده مسألة شرعية أو شي ثاني جاي ريدي قال لي فتعجب إنه يسأل السيد سؤال غريب قال لي مولانا هل زوجتك حامل؟ قال لي نعم زوجتي حامل أنت شعرفك بالموضوع ما حد يعرف هذا الموضوع قال لي هل هي في الشهر السابع من حملها؟ قال لي نعم أيضا كذلك هي في الشهر السابع من الحمل يعني جدا تفاجأ السيد قال لي مولانا خلي أسألي فلك شون شفت قال لي في عالم الرؤية شفت الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى على محمد وآله محمد الله صلى على محمد وآله محمد أجاني في عالم الرؤية وهو يبلغك السلام ويقلك إنه أنت مادام لبست أسود ونظرت تلبس أسود عليه ابني الحسين فإن شاء الله ابنك محفوظ ببركة الرسول الأكرم وأبناء الرسول الأكرم قال لي بس أطلب من عنده طلب أنه يسمي هذا الولد أبو القاسم يسميه أبو القاسم وبشره أنه راح يكون فقيه وعالم ديني جدا كبير فهذه القصة أحبائي هي واحدة من ملايين القصص اللي ياخذون الحوائج الناس اللي ياخذون الحوائج بإسم الإمام الحسين عليه السلام وبركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام طيب عم حسين في عالم بقوله أنه ما بيجد نلبس أسود بعشقورة كيف منرد عليهم؟ أحسنت حبيبي حسين سؤالك جدا وجيه وراح نرد على هذه الشبهة إن شاء الله من مصادر أهل السنة نفسهم بداية قضية لبس السواد في أيام الحزن هذه قضية عالمية مو مختصة فقط بالشيعة الكثير والكثير من الناس المتعارف عندهم إذا حزنوا على شخص يلبسون اللون الأسود لكن الجماعة مخلين علينا عدستهم حقيقة خلين نتحدث بصراحة وجاي يطلعون بنا أي عيب أو أي شيء بها فقط يعني يحاولون هذا لكن إحنا مع الحسين سلام الله عليه ونبقى إلى آخر نفس مع سيد الشهداء الإمام الحسين ونحزن على الإمام الحسين ومصيبة الإمام الحسين لأن مصيبة الإمام الحسين مو مصيبة بسيطة مصيبة الإمام الحسين مصيبة جدا 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 عظيمة أملاك السماء بكت على الحسين سلام الله عليه الأنبياء بكوا على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام خلي نجي إلى أحد الأحاديث من كتب أهل السنة اللي تدل على أن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس الثوب الأسود الحديث موجود عندنا طبعا هذا الحديث عن مسلم أخرجه بسنده عن عائشة قالت خرج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه مرط من شعر أسود وعليه مرط من شعر أسود اللي يسأل شنو كلمة المرط أحبائي شنو نجاوبه هو الكساء أو اللباس يعني الرسول كان لابس ملابس سوداء من شعر فهذا دليل أنه عدم حرمة لبس السواد يعني هذا فتشي مباح لأنه الرسول كان يلبس السواد وإحنا نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام أيضا أحبائي أفتى جملة من علماء أهل السنة باستحباب لبس السواد ومنهم ذكر الطيبي لبس السواد في الخطبة وإن كان البياض أفضل ولكن يجوز لبس السواد وأيضا مما يؤيد جواز لبس السواد ما قاله الصنعاني وهو من علماء أهل السنة أن لبس السواد من علامات المسلمين هذا جاي يقول أنه اللي يلبس أسود هذه علامة على أنه شنو؟ على أنه مسلم وأحبائي أيضا اتفق علماء أهل السنة على أنه يجوز للمتوفي زوجها اللي متوفي زوجها اللي مات زوجها تلبس السواد عليه يعني اللي زوجها متوفي تلبس السواد عليه وإحنا نلبس السواد على سيد شباب أهل الجنة الإمام عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام الإمام الحسين أبا عبد الله طبعا ملايين للمرات أفضل من أي إنسان بالعالم الإمام الحسين سلام الله عليه اللي نطلع به من هالحلقة هذه يا أحبائي أنه من الاستحباب والوجوب أيضا لبس السواد على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أقول وجوب ممكن بعض الأخوة يقول لا أنت ليس جايد تقول وجوب لكن أبا عبد الله يستاهل يستاهل أنه نلبس عليه شهرين ومثل ما ذكرنا أنه اللي عنده حاجة شنو يلبس السواد على سيد الشهداء لأن مرجع الطائفة أبو القاسم الخوئي أنه ولد ببركة لبس السواد على الإمام الحسين وحقيقة القصة اللي قلتها لكم نسأل الله بحق الحسين أن يوفقنا يوفقكم دائما وأبدا لخدمة الإمام الحسين ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلي على محمد وآلي محمد تبع على الإمام دليل ودراية شكفر عيدنا آيات تبع على الإمام دليل ودراية شكفر عيدنا آيات تبع على الإمام دليل ودراية